الله يا عادل صور عيلتكم حلوة قوي فضيعة فضيعة عارف بتفكرني بايه؟ ايه؟ بتفكرني بالقطيع اه وانتو برضو صور عيلتكو جميلة فضيعة 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 عارفة بتفكرني بايه؟ ايه؟ عارفة الشراب المقطوع اللي كان ضاع مني من فترة طويلة كده؟ اه مالو مش لقيتو مبارح الحمدلله؟ اه ها 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 لقيتو مبارح هو مين ده بابا؟ ده؟ اه ايه ده؟ الصورة دي ايه اللي جابها هنا؟ اه انا كل مرميها هترجعلي تاني ولا ايه؟ يا سناء ازايك؟ الحمدلله كويسة يا حبيبتي الصورة دي بتاعت بابا هو صغية لما كان بيستحمى في النفرة بتاعت الحديقة الدولية طيب يا بابا هو انت اللي كنت بيستحمى قدام الناس كده؟ اه لا يا حبيبتي انا كنت بوري يعني الاطفال ان الحمى دي حاجة كويسة جدا لان انا كنت قدوة بالنسبة للاطفال كلهم يعني طب متاخدنا انا وماما الروح نستحمى هني لا ماما ممكن يجي لها بارد من الحديقة الدولية عدل مين ده يا عدل اللي مسك عصايا ده؟ ياه دي كانت ايام ده جدي وكان على طول بيدربني بس انا مكنش بسكوت له يا سلام كنت بتعمله ايه بقى؟ كنت باجر منه على طول ياه الله يرحمه بقى الله يرحمه ده ايه؟ ربنا ادي له الصحة وطلط العمر يا سلام يا سلام ده عامل زي الفرس الرماح الفرس الرماح ايه؟ هو لسه عايش امال بقى له فترة طويلة مرنليش يعني معلش يا حبيبي ما انت عارف ان هو بيتنقل من بلد لبلد وبقى له خمس سنين دلوقتي في المغرب ودي ايه اغالية موت دي اغالية ايه ده كان بيرنيل لانا لو كنت بكلمه يعني دي ايه تيه يا ماما؟ ماما هو ليه جد ومش عايش معك؟ بكره برقة الافال بكرهة اهلا وسهلا بيه يا حبيبتي في اي وقت اهلا وسهلا بيه فين اه اه يعني هتديني نص السرير بتاعك ولا ايه؟ جرية عادل هو جدي ولا جده؟ اهون فرشته في المطبخ مطبخ؟ مطبخ يا حبيبتي يا بوائي القطبق انت؟ ده انا ابويا بيشتغل بقى له خمسة وخمسين سنة برا يعني يوزننا كده دهب يوزننا دهب؟ الا ما شوفنا منه ربع كيلو دهب توم كيلو دهب هو بس يا ماما كلامه خلاص ولا هو زعلان منك مثلا وبيعاقبك؟ ابويا عمرو ما أثر معايا دهدخلني مدرسة الابجادية بنات احسن مدرسة في الكفر اصدق بقى الابجادية حروف مش بنات يعني لعلمة بقى جدنا ده كان بخيل جلدة لا على كده عنده ملايين مولفة اه فعلا ملايين مولفة على بعض يعني تلاقي الجنيه مولف عن نص جنيه ويعني مثلا الجنيه عمرو ما يقوله النص جنيه يا نص جنيه يا مهاربد ولا مثلا نص جنيه يقوله للجنيه إيه اللي ملاكش إيمة؟ لا 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 ملايين مولفة على بعض مش كده ولا إيه؟ يا ما اللي أنت بتقوله ده أنا أصدقل أنه هو حلو كده ومسك نفسه يعني أنا أصدقل أنه في السورة اللي أنا قديتها لك دي كان عمرك 12 سن وهو كان شكله كبير معناها أنه هو دلوقتي معدي السن يعني وبقاله خطوة و أنت قصدق بقى فضله سلمة يعني يا رب يا رب بني له دور زيادة في الجنة إن شاء الله يا رب يا ماما وأنا حاسة إن جدي تاعب من السلم وتاعب من هنا ومحتاج يريح شوية هناك يا حبيبي يا بابي يا رب يديك الصحة وطولة العمر ياللي مليش غيرك في الدنيا ما هو واضحة هو يا ماما إن ربنا متديله الصحة إحنا عائلة معمرة واضح إنها بتعيش لأدفه الأسباب المهم يعيش براحته إن شاء الله يعني وربنا يديله الصحة وطولة العمر وكل حاجة بس يعيش مستقل يعني بعيد عننا يعني تفتكر إنه هيعيش في الزريبة دي دا لو باب يجيه لو جيه مش هيقعد هنا أبدا لا 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 دا حيبني له قصر زي بتاع فيلم فيلم العرك دا أنا ما بحبش الفيلم دا اللي إخوات بيتخنقوا فيه بسبب روقة لا هم ما تخنقوش بسبب روقة هم ما تخنقوا بسبب إن حسين فاهمي ما كانش عايز ينزل الميا بالليل لو تفتكروا الفيلم يعني وكان بردان وجات له رعشة كده هو وخايف بقى تقريبا من اللي هو الأسماك المتوحشة اللي في المياه مع إنه ما فيش أسماك متوحشة يعني في اسكندرية خالص يعني وبعدين السباحة هو كمان أكيد ما كانش بيعرف يعوم كويس عشان كده يا ياسمين بقولك لازم تهتمي بدروس السباحة يعني هاشتراك لي في النادي هاشتراك لي في النادي صاني remains и yeomofli وأنتو تبخين ايه الي الياردة بقى يا ماما أنا مش شامل مريحة شياط ولا حاجة الياردة يعني بابا هتشترك لي في النادي ايه يا ياسمين ايه ايه منا اشتركتلك في المدرسة انت عايز اشتراكات وخلاص هتعميلي ايه بكمل اشتراكات والكرنيات اللي هتمش بيها في الشوارع دي ما فيش اشتراك في نوادي هو المدرسة كفاية كدة يا حبيبي يا بابي握 يا بابي ماما الطفلة المعجزة السلام عليكم عليكم السلام يا دولة ايه لا ايه اللي بيدحكك كده امسك يا عم وكلا الجواب يا دولة يا سلام الجواب بيزغزغك اوي يعني يخليك تتحك اوي كده هدوع انت هنا دلوقت وتعرف وتعرف هاهاهاهاهاها ولا رمزي انت قرأت الجواب دا او ايه ايه دولة عادي يا عم وبعدين مش اينا هنا هو يعني بمثابة ابن عمك بمثابت دي الكلمة دي مش بتاعتك اقرأ ويعرف اقرأ واعرف ولا انت عرفت كلمة دي ومدام انت بتقولي اقرأ هتعرف انت اكيد قريت انت قريت الجواب ده ده رمز يا دولا يا دولا وربنا ما قريتو يا عم انا سمعتو بس سمعتو ايه هو سيدي مبعوك هو لا لا ولا انت مدام ده حت او كده يبقى اكيد الجواب ده فيه حاجة ازية ليا صح؟ صح ان شاء الله صح صح ان شاء الله في ايه يا لا في ايه يا دولا بقى بوتس لو ما كسلت قراي عم هروح ابعت للوات فاتلة يجي رأقولك ده هو ارازي البربانت في الاقوى قدام الناس كلها دولا والناس قاعد اتساقفوا جاتحك ده ناسيبهم بيتعاقوا دلوقتي على الاهوة يغبي ايه انت بتخلي جوابات الشخصية تتقري في القهوة يا لأ انت تتجنن طيب واي يعني يا دولا هادي يا عم الوات فاتلة وحتة صوبان المعلمين كلهم بيعودوا على القهوة ويعودوا ويشتموا بقى المعلمين ويعودوا مال يعني المعلم او انت؟ لا ده لازم يتشتم يا دولا ويتقطع فروته اه وبعدين انت يا دولا سيد المعلمين يا سلام بتشتمني وبتسبتني في نفس الوقت يا دولا انا اهدلك النهاردة اصبر اصبر يا دولا بقى والنبي بقى ما تقطعش على يدحكي يا عم بقى اقعد اقعد يلا اقضي اقرا كده وتسمعني علشان اقعد اتبك ويا دولا والنبي ركز شوية على الكبليل اللي هو بتاع وسأأتي قريبا سأأتي قريبا بالدحاكك؟ يلا 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 اتع برا يلا اتع برا ماشي ماشي انا افراجك اما ربيتك يا رمزي ماشي يا دولا الحمد لله بقى ان انا صورت خمسين نسخة وزعتهم على الاعواض وعلى الناس والبزارات ومعا هي المسكة ومشفرة يا دولي اتع برا مرا صف الله عظيمة وسأأتي قريبا ماشي يا رمزي ماشي يا رمزي سأأتي قريبا سأأتي قريبا سأأتي قريبا سأأتي قريبا الحمد لله يا رب الحمد لله بابي جاي الحمد لله سنة دي وعزوتي جاي عارفة يا اسمين بابي جاي ايه بابي جاي بابي جاي هيجيبلك معا حاجة حلوة اعنا ماما لا لا هيجيبلك شوية بانجر بيتينو من البلد دي فشرت يا اللي من غير بابي اه 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 يا قلبي انا حزة باليوتم انا يتيمة ايه يا ست في ايه يتيمة انت لا تكتشف النهاردة انك يتيمة الله ارحمهم من ظلماتهم من زمان جيد وبعدين حزة باليوتم اوديك ملجأ يا ربوك خلال؟ وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا نقصينو يقعد مطرح ما يقعد الشقة كلها بتاعته بقولكو ايه؟ انا ماليش دعوة ماليش دعوة السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه اه وبعدين انتو ليه فاكري ان هو هيجيقعد عندنا ممكن جاي يزولنا ويتكرع الله وانتي ما يعني ما سمعتيش الجواه اما انا قرأت لكم مئة مرة اهو 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 ادي الجواب اهو طب اقرأة تاني كده خلينا نحلله حاضر يا دكتورة التحاليل حاضر بص بديها غباوة ازاي؟ ازايك يا بيت يا انعام؟ بخير يا بابي يا بيت ويا بابي تركب ازاي دي؟ ايه المهم يعني بيطلع حاجات عجيبة عندنا في العيلة المهم انا جاي اعيش هنا اعيش معاكو في بيت الواد الهافق اللي اسمه عادل اللي انت يا انعام شريهوله بفلوسي لان انا ملاقيتش الفلوس عالارض واللي مش عاجبه يحط راسه ومطرح ما يحط رجليه راسه ومطرح ما يحط رجليه؟ دي حراكة صعبة قوي ده بيقول حاجات مفتحيلة اصلا سققتي سقق دي بقى اكتر كلمة مضايقانة سققتي قريبا ابعتولي العنوان المحب لكم دائما جده رواش ده بقى مش جاي زورنا ده جاي يكتم على نفسنا ده لو بعتنانو العنوان بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان او ممكن نتوهو او نبعتلو العنوان غلط بس ده يبقى كدب والكدب حراق بص يا ياسمين يا حبيبتي جده لو جه هيطلعك من قطك وينعمك في المطبخ بابا 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 مش انت قلتلي في حاجة يا بابا قبل كده اسمها كدب ابيض اه كدب الابيض وده هايل ما شاء الله طب ده شكله ايه؟ كدب الابيض ده بالزبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده وفيه كدب تاني مدور ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله طب يا زل جرب انا مش مصدقني قلت التربية وصلت بيه كل الدرجات دي طب ما جيد اولادة اولاد التربية ماشي ايه ده هو انا قلت حاجة بس يا بات ملاش اللي تقدر شارب انعم شارب يو وبعدين بابا تقولي ان الرجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على اقرابيزاتنا ليه؟ حنين بنت وحشتو جاي يقعد معاها حنين ايه بس يا ماما حنين ايه؟ انت ناسيا وانت عندك اتناشر سنة بايد وخلعلك سنتين جاي النهاردة تقولي حنين وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجة بس منحبه من بعيد لبعيد زي الامر كده بنقعد نبص للامر بعيد وبنحبه من هو بعيد ما بنرقلوش ايه انسان طلع الامر ايه رأيك بقى؟ يا ماما هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفة الشقة يا ماما هنقعد فين؟ يا جماعة يا جماعة انا جليل حل خالتي ساميحة بتاعتين بابا دلوقتي هي قعدة لوحدها وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما لا بيحبني انا اكتر منها يا ماما اسره بيحبك انتو الاتنين قد بعض ما تزعليش نفسك ان بعث له عنوان خالتي ساميحة بتاعتين بابا يجي هو من المغرب على خالتي ساميحة ويقعد عندها هناك وما يجلنيش بابا ده احسن حل سمعته الحمد لله الحمد لله يا ربي زحمة وراحت من قلبنا بمفضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقة دي وات بابي بلديو بياش اقول اسمها بابي وبعدين اصلا الكلمة دي ما كانتش تلعت وانت صغيرة يا جماعة يا جماعة لو سمحتوا لو سمحتوا يعني مش نقصة انتو كمان تتخلوا مع بعض كفايا المصيبة اللي انا فيها يا اخسارة مكتوب علينا ان يسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا جبكم نيلا نقعد مع نصايبنا مش انتو نصايبها خلاص يا ستي والنبي يعني تبصوا مش نقصين مشاكل بينكم وبعدينكو كفايا المصيبة اللي جريالي كفايا المصيبة اللي جريالي